حالة من التضارب والجدل والغموض تسود أوسط حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد إعلان الجيش المفاجئ عن وقف مؤقت لعملياته العسكرية جنوب قطاع غزة إعلان الجيش كان مفاجأة للقيادات الإسرائيلية ليتبين أن رئيس وزرائها نفسه لم يعلم عنه شيئا ما أحدث ارتباكا كبيرا على الفور أبلغ رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو سكرتيره العسكري أن تطبيق تلك الهدنة في الممر الإنثاني برفح أمر مرفوض بالنسبة له علما بأن قرارا كهذا يفترض أن يكون قد عرض ضمن مجلس الوزراء حسب ما ألمح إليه وزير الأمن القومي إتمار بن كفير تقارير إعلامية أشارت إلى أن قادة الجيش أبلغت نتنياهو بأنه لم يحدث تغيير في سياساته وأن القتال في رفح مستمر كما هو مخاطط له ليرد نتنياهو خلال جلسته مع الحكومة منتقدا الجيش وقياداته قائلا إنه اتخذ قرارات غير مقبولة في بعض الأحيان من أجل الانتصار على حركة حماس وكان الجيش الإسترالي أعلن في وقت سابق أنه سينفذ وقفا تيكتيكيا يوميا للنشاط العسكري في أجزاء جنوب قطاع غزة للسماح بتضفق المزيد من المساعدات إلى القطاع بعد أن حذرت منظمات الإغاثة الدولية من أزمة إنسانية متزايدة وتعليقا على ذلك انتقد وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بينكفير القرار واصفا من اتخذه بالأحمق داعيا إلى إقالته كما أكد أن الحكومة لم تكن على علم بالأمر إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت أن وزير الجيش أفغلانت أيضا لم يكن يعلم مسبقا بالهدنة التيكتيكية في جنوب قطاع غزة إلا أن الجيش اضطر لإصدار بيان توضحي وقال فيه إن القتال سيستمر في رفح ولن يتوقف مشددا على أن الأمر يتعلق فقط بمرور المساعدات يأتي الإعلان الإسرائيلي في وقت تتبدد فيه أمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار اشتركوا في القناة